يعني مبادئ الخانون الطبيعي وقواعد العدالة هي المبادئ الخانون الطبيعي لما نقول مجموعة من المبادئ التي تصلح في كل زمان ومكان والتي تتفق مع جميع الخوانين ولا تخالف جميع الأديان وهي لما استخرت محكمة النقد واستخرى خضائنا على أن الإحالة لمبادئ الخانون الطبيعي وقواعد العدالة معناه أن يجتهد القاضي لكي يجد حلاً للنزاع المطروح أمامه أنت أعضي ما فيش تشريع ولا في عرف المسألة ولا في مبادئ شريعة إسلامية حتى لا تعد منكراً لأداء العدالة وحتى لا ترتكب جريمة نقول في أداء العدالة ما فيش عاضي يقدر يقول أنا ما قدرش أحكم لما يكون عاضي كده ولا كده يقوم يأجل 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 العضية لما تكبر كده ما يدنه يأجل يأجل يجي واحد مشتهد ونهام الحقيقة كان لها مستشار صديق هوي يقول أنا لأي عضية بقالها تتأجل أربع سنين يقوم أنا أخدها وتعرض لها وفي شهرين الله يا مسيب الخير بقى كان نائب رئيس محكمة النقل فطبعاً فيه أضاها بأجله وفيه أضاها مشتهدين فيه أضاها بأجله وفيه أضاها مشتهدين زي كل الفئات يأجل 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 لغاية لما هي عضية مراس مش قادر عليها مش عارب فيه لغاية لما تيجي يتنقل حدة تانية ويسيب العضية فيه أضي مجتهد بيتصدق يبدأ يسهل ده ويسهل ده ويرجع للكتب فهذا هو الإيه؟ الاجتهاد القاضي يؤدي دور الفقيه المجتهد أو دور المجتهد فيما لم يوجد فيه نص لا في القانون ولا في العرف ولا في الشريعة الإسلامية وطبعا اجتهاده يجب أن يبنى على أسرس موضوعية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر